لو الحكاية فيها إنا ذيك عند الأئمة الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة مسافة القصر أربعة برد ما يعادل أربعة وثمانين أو ثمانين كيلو أقل من هذا لا تقصر الصلاة ولا يفطر عند ابن تيمين وابن القيم والشوكاني وغيرهم أن كل ما يطلق عليه سفر تقصر فيه الصلاة ويجوز للإنسان فيه أن يفطر فهذا موجود وهذا موجود لكن هو المدار دلوقتي هو يجد مشقة في السفر إذا صام ولا لا يجد الأصل جواز أن يصوم